بدأت الأندية الرياضية في عدن السيناء فنشاطها الرياضي في عدد من مديريات المحافظة ويشارك الشباب بحماس كبير في هذا الدوري غير رسمي ويهدف منظم الدوري إلى تجيع الشباب على ممارسة الرياضة ويظهر الوجه الآخر لعدن بعيدا عن تداعيات الحرب والدمار الذي لحق بالمدينة مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل وكأنها صافرة لبدء الحياة الطبيعية في عدن لا لمباراة في إحدى الحوار التي تبقت فيها مساحة تخلو من الركام ركام حرب أقعدت هؤلاء الأطفال شهورا في دكة الرعب وهاهم مقددا يمارسون رياضتهم المفضلة ويحلمون بمستقبل تتحقق فيها أحلامهم كالشاب عمر الذي يضرب لنا مثلا بنجم برازيلي حقق أحلامه وصار من أفضل نجوم العالم يعني كرة الغدام ممكن تحقق فيه أحلامه مثل اللاعب نيمار بدأه فقيرا لا نستوى غنيه بسبب كرة الغدام وسيعلم عمر أن البرازيل التي تعتبر كرة القدم من مصادر دخلها القومي كانت كاليمن تئن من الصراعات المسلحة والفقر وصارت متقدمة صراعاتها سلمية كهذه المباراة النهائية حيث لا يتساقى المتصارعون كؤوس المنية وقد لا تكون الرياضة من أولويات المعنيين بإعادة إعمار عدن إلا أن للمربين الذين يهمهم إعمار الإنسان قبل البنيان وقهة نظر أخرى تبعدهم عن الشوارع تبعدهم عن الحشيش تبعدهم عن السهر لآخر الليل وتعد عدن من أكثر المحافظات احتفاء بالرياضة ففيها أسس أول نادي في القزيرة العربية قبل أكثر من قرن لم تدمر على مداره المنشآت الرياضية كما دمرت في هذه الحرب والملعب الذي نقى من تمترس الميليشيا كان لنا أن نرصد عودة الساحرة المستديرة تتدحرق على عشبه الأخضر كملعب نادي شباب المنصورة وهو النادي الذي لم يقد فريقا رسميا يلعب معه فبار إحدى الفرق الشعبية ولعل ذلك يحفز باقي المديريات أن تعود أنديتها العريقة إلى نشاطها الرياضي وتعود لملاعب عدن حيويتها بعد زمن افتقدت فيها معارك تسود فيها الروح الرياضية من ملعب شباب المنصورة آدم الحسامي قناة بلقيس عدن